تهريب المهاجرين لم يعد جريمة في النيجر بقوة قرار المجلس العسكري الحاكم الممسكون بزمام السلطة في نيامي ألغوا قانونا سابقا يجرم تهريب المهاجرين المتحدث باسم رئيس الوزراء علي الأمينزين أعلن القرار باعتباره رد فعل من المجلس العسكري على الاتحاد الأوروبي الذي فرض عقوبات على بلاده فجميع المدانين بموجب القانون سيتم النظر في إطلاق سراحهم من السجون وفق الحكومة النيجرية أمر يعني تمكينهم من العودة إلى نشاطهم السابق بغطاء حكومي مباشر القرار يهدد بإغراق ليبيا وتونس بموجات المهاجرين ما سيشكل منطلق أزمة للبلدين الذين يعتبران محطة عبور رئيسيتين للمهاجرين الأفارقة في اتجاه أوروبا الخطوة تأتي بعد أن تبنى الاتحاد الأوروبي إطاراً قانونياً لمعاقبة الأفراد والكيانات والمسؤولين في نظام نيامي دون الكشف عن طبيعة أو حجم العقوبات الجديدة حتى الآن العلاقة الوطيدة بين باريس ومن ورائها التكتر الأوروبي والرئيس المعزول محمد بازوم ساهمت في التوصل إلى توافقات بخصوص مكافحة الهجرة غير النظامية وقطع الطرق أمام زحف المهاجرين من دول الساحل وجنوب الصحراء إلى أوروبا النيجر تعد أحد أهم بلدان العبور للمهاجرين القادمين من جنوب الصحراء الكبرى الذين يحاولون الوصول إلى ليبيا وتونس كنقطة البداية لعبور المتوسط إلى الفردوس الأوروبي المنشود ترجمة نانسي قنقر